موسيقى مساء الخير بعد أن بث شكواه إلى ربه أنفاسا مبرورة جاء نصر السماء إلى سيد الخلق وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكانت حادثة الإسراء والمعراج معجزة إلهية ومنحة ربانية لتثبت قلب الرسول الأكرم إيمانا ويقينا بما يدعو إليه من حق ولمواجهة المحن والشدائد يؤكد علماء الدين أن معجزة الإسراء والمعراج فيها من الدروس والعبر والعظات والدلائل التي تعين الأمة على استنهاض همم أبنائها الذين يريدون رفعة مستقبلها بين سائر الأمم فما هي المعجزات التي حصلت في ليلة الإسراء والمعراج ما الهدف الأسمى التي أراد الله تعالى أن يوصلها من خلال رسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأسئلة وغيرة من العنوين نطرحها ونتحاور فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور تاريخ اللحام رئيس رابطة خرجي الأزهر في لبنان أهلا بكم فضيلة الشيخ وكل عام وأنتم بألف خير ينعاد عليك بالخير والبركات وعلى المشاهدين وبتشكر استضافتكم لهالمناسبة العظيمة حتى نبين بعض المفاهيم اللي بتتعلق بهالذكر الطيبة بهالمعجزة المباركة نعم فضيلة الشيخ أهلا بكم عم بتقول حضرتك بلشنا من كلمة معجزة كما تعلمون إن الله تعالى أيد الأنبياء بالمعجزات الباهرات كيف تميزون اليوم هذه المعجزة الغريبة عن سائر المعجزات التي حصلت نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المعجزة أيد الله تعالى بها كل نبي من الأنبياء من آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد لكن العلماء بيقولوا أكثر الأنبياء معجزة كان من حيث العدد هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وحتى في بعض الأنبياء شهروا بمعجزات كأحياء الموتى ونحو ذلك الله أيد النبي بمعجزات أعجب وأبهر حتى تكون دليل على صدقهم ولا تعارض المعجزة بالمثل يعني اللي هن تحدوا وكذبوا به وعاندوا خالفوا ما آمنوا به ما بيقدروا أنه يعملوا بمثل أو يأتوا بمثل الشي الذي هو جاء به لأنه السحر مثلا يعارض بالمثل الساحر بيعمل شي مقابل سحر أما لما تحدى سيدنا موسى عليه السلام السحرة اللي جمعهم فرعون وكانوا من أشد السحرة رميوا هن حبال وعصي وسحروا عيون الناس فكروها حيايا ثعابين فسيدنا موسى الله تعالى أمره كان حامل عصى أنه يرميها فانقلبت حي حقيقية وبلعت كل الحبال اللي السحرة رميوها فلما شافوا هاك آمنوا وآمنوا بسيدنا موسى وآمنوا بالله وسجدوا لسيدنا موسى سجود تحية آم فرعون بعدين قطلون فهن يعرفوا أنه هيدا منه من سبيل السحر هيدا شي خارق للعادي الله تعالى أيد فيه لها النبي اللي هو سيدنا موسى مثل كمان سيدنا صالح لما طلعت الناقة من الصخرة المسكرة لمذكورة أسطه في القرآن الكريم ناقة وابنها من صخرة مسكرة وهيدي الناقة كانت تتكلم وتحكي باللغة العربية لأنه سيدنا صالح بعث في العرب سيدنا عيسى الله أيده بمعجزة إحياء الموتى اللي كان قومه مشهورين بالطب فإذا كانت هالمعجزات تأييد للأنبياء فيما دعوه ولا يستطيع المعاند أن يتحداهم فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما ظهرت على إيديه معجزات وأعظمها كانت القرآن الكريم والتي هي معجزة مستمرة إلى يوم القيامة لأنه التحدي قائم فيها إلى يومنا على أن يأتي فصحاء العرب بمثل أقصر سورة منه ما استطاعوا لأنه هذا القرآن الكريم منه من تأليف إنسان أو من سيدنا جبريل هو يألفه إنما وحي من الله لذلك كان فيه إعجاز فهيدي المعجزة مقرونة بالتحدي إذا كانت بده يعني صالحة للتحدي الأمر الثاني تظهر على إيدان هيدول الأنبياء تأييد من الله كأن الله يقول صدق عبدي فيما يبلغ عني مثل لما طلع من إيدان النبي الماء بالحديبية هذه وقعة كبيرة كان فيها 1500 صحابي شايفه خروج الماء خرج من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام ومثل لما كان أصيب سيدنا علي بإحدى المعارك فقال النبي سأعطي الراية اليوم في هذه المعركة لرجل يحبه الله ويحب الله فكل واحد صار يتمنى يكون هو فنادى علي عليه السلام فبيقوم بيقولوله أنه معه الرمد الرمد الربيع اللي هو بيسير بالعين فنادوه فمن ريء الشريف سيدنا محمد مسح له على عيونه فعاد يبصر بها أقوى من الأول وبالعادي ما بيروح يعني بالريء الرمد يعني بده علاج نعم فهي دا من قوله نحن أمر يقال عنه معجزة مش أي شيء خارق أو عجيب يعني مثلاً أنا قد أنزل تحت الماء هلأ خمس دقاي أو ثلاث دقاي ما أتنفس بأكسجين ما اسمها معجزة إذن المعجزة بتظهر عيدان الأنبياء تأييد من الله هي محصورة فيهم محصورة فيهم عليهم السلام نعم فضيلة الشيخ معجز الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد يعني يقظة لا بالمنام صحيح ما الدليل على هذا الكلام وقتنا الحالي وخصوصاً يعني ما أسمحي اليوم نحكي بهذا الموضوع فضلي يعني بعض التصريحات كانت قد أطلق أعلام مصر مصري بقلب مصر مفادة أنه هي يعني تشكيك حول رحلة الإسراء والمعراج وقام أنه باتهام رجال أبدين أنه هني عم بقوموا طبعاً بعضهم عم بقوموا بتلفيق هذه الحكاية ولكن ما في منه هيدا الشيء نعم اليوم هيدا التضليل إذا صح القول مين بيخدم فضيلة الشيخ وليه بعدنا لحد اليوم يعني عم نشوف أنه في أشخاص عم ينكروا هيدا المعجزة نعم أول شي الأزهر الشريف تصدى لهالأمر وطلع بيان رسمي وحتى الإفتاء المصري اللي هي عندهم عندت مؤسسات في المشيخة الأزهر في الأوقاف وفي الإفتاء يعني مؤسسات دينية منفصلة لها إدارتها الخاصة طلعوا بيان واضح ورسمي وثابت بالأدلة أن هذه المعجزة معجزة ثابتة في القرآن الكريم ما منشك فيها ولا منشكك فيها الأمر الثاني الدليلنا واضح الآيات بعدين في عنا سورة والله عم نقابل مع الست إسراء سورة بكاملة اسمها الإسراء وهي سورة تبدأ بسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إذن كانت هذه المعجزة بنص القرآن الكريم واللي العلماء بيقولوا رد النصوص هذا يخرج من الدين يعني تكذيب للقرآن وتكذيب القرآن ما بينفع الإسلام ومن من الإسلام الأمر الثالث أنت بتسمعي من فترة لفترة بيطلع دعاة للأسف على التلفزيونات مرة بيقولوا واجب على أهل فلسطين يهاجروا من فلسطين طب هاي دي مين بتخدم أنه يتركوا أراضيهم أهل فلسطين وهذا معمم للأسف وطلع بعدين يعني وصاروا يحاربوا ويحذروا منه وهلا هو هربان بإحدى البلاد العربية متقاوى بيطلعنا واحد تاني بيقول أنه هاي دي أرض البيت المقدس أصلها من للمسلمين أو من إنما هي كان أصلها مثلا لليهود طب هيدا التصريح بيخدم مين نجي هلا التشكيك بمعجزة الإسراء والمعراج معما للمسجد الأقصى تحديدا عند المسلمين من رمزية وذكر في القرآن لما أنا شكك أنه ما خصوا بقى هيدا الموقع بمعجزة للنبي محمد اللي هي أمته بالملايين اليوم واني بيخدم 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 أنه هالأرض من نقلكم أنتو تطابقوها وقد بدأت صب بعدين أنه يقولوا هيدا المكان هو لي ما يسمى هيكل سليمان نعم فإذا نحنا ما وراء هذا الله أعلم بالنوايا ولكن أحيانا كمان خالف تعرف كيف يعني يعني بيقولوا أنه لما أنا بدي أبرز بنكر شيء أو بدي عن نبوي مثلا مثل ما سمعنا من فترة بيطلع أشخاص بيدعوا النبوي بيجيب آلاف المشاهدات بين مؤيد وبين عمير الدعلي معجزة الإسراء والإسلام في ثوابت ما بيجوز نحنا نتعداها ونخالف فيها ومنا محل نقاش وجدال ومنا نحنا ضد الاجتهاد في محله الاجتهاد ما بيكون بالأخبار وما بيكون عبر تصريحات لا قصلي ما بيكون بأخبار إصلا كان في أمي كان في نبي اسمه نوح ما بيجي واحد عالم بيقول لك في نبي اسمه نوح واحد بيقول لك ما في نبي اسمه نوح مش بهيك خبر حلال حرام بينقض الوضوء لا الصلاة بتصلي بهالفعل كذا بيصير في اختلاف بين العلماء والفقهاء نعم هذا محل اجتهاد أما بالعقائد أما بأمور ثابتة بالقرآن نص صريح وواضح ما فيهن ينكروه فأنا بيقول هذا يعني الله يصلح الحال لكن العلماء الله يكرمهم ببلاد كتير ردوا رد علمي وأنا مع الرد العلمي مش التجريح باليعني الشخصية والشتائم وهي الأضايا لا نبين له ونثبت له لأنه للأسف فيه شيء عم بيحاولوا ينقضوا عرى الإسلام عروة عروة بيتناولوها مسألة مسألة نحن بدنا نكون واعيين وبالرد العلمي الثقافي الأدبي نبين حقيقة ما يقوله الإسلام منها معجزة الإسراء والمعراج معجزة الإسراء والمعراج في ليلة الإسراء والمعراج فضيلة الشيخ التقى طبعا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعدة شخصيات برحلته الطويلة نحن رح نحكي طبعا عن محطة الرحلة ولكن لنبدأ بالشخصيات يعني خلينا نمشي شوي شوي نعم هي شخصيات كتيري ست إسراء يعني بس أبرز هذه الشخصيات نعم هيك إن شاء الله وهي دي كلها ثابت فيها أحاديث وبسند متصل بس أكيد نحن الحلقة يعني عم نحكي عن اختصار الرحلة والذكرى والمعجزة في شي صور صورت للنبي عليه الصلاة والسلام وفي شي أشخاص التقى فيهم حقيقة أبرزن الأنبياء عليه والسلام واللي هني جمعوا له في المسجد الأقصى من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام وقال عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بالأنبياء قد جمعوا لي فقدمني جبريل حتى أممتهم يعني صلى بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى لكن الأنبياء اجتمع فيهم إيه بس قبله كان فيه كان نايم عند السيدة أم هاني رضي الله عنها اللي هي بنت عمه وهي أخته لسيدنا الإمام علي عليه السلام نايم عندها في بيتها قرب الكعبة قريب جدا ومعه سيدنا حمزة عمه ومعه خيها لأم هاني سيدنا جعفر ابن أبي طالب يعني كان نايم بيناتهم لما إجاء جبريل فإذن هذه أول شخصيات كانت بالرحلة أخذوا على البراق اللي هو دابة من الجنة وصار يمرء معه على مراحل بمدن إن شاء الله يعني مستعرضها ولكن بهذا الطريق رأى أناس تردخ رؤوسهم وتكسر بحجر ثم تعود كما كانت فسألوا من هؤلاء قالوا هؤلاء الذين يتفاقلون عن الصلاة تأدية الصلوات يعني بيتركوها ما بيصلي بالمرة فهيدي بتعرف الصلاة عمود الدين وأشياء أساسي بالدين عنا بعد الإيمان بالله والرسول الصلاة فهذا الأمر شافوا عم يتعذبوا بهالطريقة شافوا ناس حاطين رقع صغيرة بس على مغطيين حالهم قالوا من هؤلاء قالوا هؤلاء الذين يمنعون الزكاة من أمتك فرض عليهم الزكاة وما بيزكوا شاف ناس عم يدخلوا من مطرح ضيء ويطلعوا ما عم يقدر يرجع قالوا من هؤلاء قالوا هؤلاء الذين يتكلمون بالكلمة الفاسدة بينشروها بين الناس يحاولون أن يعودوا بها بدوا يحاول لملمها فلا يستطيعون رأى أناس تقرد تقص ألسنتهم بمقارد من نار من حد من نار سأله من هؤلاء قالوا هؤلاء الذين يتكلمون بالغيبة من أمتك بتعرف هادي إيل وقال عنا بيقوله وتركيب مألي بيقوله أهل بيروت هادي الغيبة مرض كبير وفتاك فشافوا بها الحالة اللي هي منى سهلة ثم التقى بأشخاص طيبين اللي هي لما عرج به عليه السلام شاف رضوان اللي هو رئيس الجنة من الملائكة يعني الملك الموكل بالجنة ومعه ملائكة بتساعده استقبله وكان شكله حلو أكيد الملائك يعني ورحب به ورأى مالك اللي هو اسم خازن النار هذا مذكور في القرآن بأن الكفار ينادون يوم القيامة يا مالك ليقضي علينا ربك فبيجيهن الجواب بعد ألف سنة إنكم هاهنا ماكثون يعني ما لكن خروج هذا مالك مضحك للرسول كل شخصية كانت تستقبله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالمعراج كانت تتبسم له ويرحبوا به إلا مالك فسألوا لجبريل إنه ليه مضحك لي قال له الله خلقه من لما خلق ما بيضحك لحدا ولو كان بيضحك لحدا لأضحك لك يا محمد والتقى من جملة ما التقى عليه الصلاة والسلام ورأى حملة العرش تعرفي هذا العرش صقف الجنة الله خلقه إظهارا لقدرته مثل مقال الإمام علي عليه السلام إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته يعني هذا المكان اللي هو صقف الجنة شاف الملائك اللي حاملينه والله بيقول في القرآن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةً هلا بالدنيا حاملينه أربعة للعرش ويوم القيامة بيكونوا ثمانيه سيدنا محمد ليلة المعراج شافه وشو قال أذن لي أن أتكلم عن واحد منهم هيدول الحملة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام بخفقان الطير يعني إذا الطير بده يقطع من شحمة الأذن للكتف هيك للعاتق بده سبعمائة سنة هيدا العرش اللي هو أكبر مخلوقات الله وحملة العرش الله ما بيحتاج لإلن الله خلقهم وهني بيحاج لإلو فشو ما نقول العرش وحملة العرش محمولون بقدرة الله والله تعالى غني عن العرش ولا يسكن العرش ولا يوصف بالجلوس تبارك وتعالى ومما رأى عليه الصلاة والسلام أو ممن رأى الحور العين اللي هن من نعيم المؤمنين في الجنة ورأاهن على حالة وصورة حلوة كتير وبنقول نحن أن المؤمن في الجنة بيكون إلو من الأزواج من البشر وإلو من الحور العين اللي هن أشكال حلوة كتير لأن عيون واسعة فسموا الحور الحور العين هيدا الواحدة قال لو أطلت على الدنيا لأضاءة ما بين المشرق والمغرب هيك ورد في وصفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كان من جملة الشخصيات إضافة للأنبياء عليهم السلام اللي صاروا يرحبوا به في كل سمى صلى بالأنبياء في الأرض بالمسجد الأقصى سبقوا بعض الأنبياء إذا معنا وقت منذكر أسماءهم بس التقى بسيدنا آدم عليه السلام وعيسى ويحيا آدم بالسمى الأولى عيسى ويحيا بالسمى الثاني الآن بالتالت والرابعة فيها خلاف سيدنا إدريس عليه السلام وسيدنا يوسف اللي هو من حيث الجمال أعطي نصف الجمال يعني الجمال اللي بين الناس يوسف أعطي نصفه أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعطي الجمال كله أجمل إنسان يعني وشاف سيدنا هارون خيولة سيدنا موسى وشاف سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وهان في مسألة مهمة جدا أنه هيدول الأنبياء يلتقي فيهم بالسماوات شو السبب يا فضيلة الشهر؟ حتى يرحبوا فيه وبيان لشرفه وكرمه وأنه الله فضلوا على سائر الأنبياء ليكونوا هني شاهدين شاهدوا على الرحلة سبقوه ليكون مثل بقولوا عنه استئناس هو وحده لأنه المعراج والإسراء كان بعد محن شديد من ضرب لبعض أصحابه وحاربوه وإذيوه وقالوا عنه شاعر وساحر وقالوا عنه مجمون خامل الأسف ايه بالاستهزاء بشخص كان فيها إيناس لقلوه وإخراج من بقولوا باللغة العربية تسليا يعني تخفيف عن هالشد اللي عليه الله خفف عنه والطأ بها الأكابر اللي كانوا قبله فضلتي شخ بس سؤال هي قد استغرقت يعني رحلة الإسراء والمعراج نعم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لاحظي مع أن الإسراء هو السير ليلا نعم بعض العلماء بعبر أنه حصل للنبي معجزات معجزات بالجمع نعم بالجمع لأنه حتى اللي صار للنبي ما أنه شي سهل يقطع هالمسافات كلها على البراق بين أمكة والقدس بعد أن يطلع إلى ما فوق السماوات السبع بوقت أصير ويرجع فهذه لحد ذاتها يعني كانت خرق للعادة الله على كل شيء قدير نعم طبعا فضيلة الشيخ مر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعدة مدن نعم لو تحدثنا أول شي عن ما هي هذه المدن نعم ولماذا أيضا يعني المدن هذه خصت لأجله للرسول الأكرم نعم لا شك الرحلة إلى خريطة وإذا واحد شافها هيك شو مرة بينسر أنه كيف برم فيه سيدنا جبريل بس بيقول ليش ليش كانت هالبرمة مثل ما بيقولوا أو هاللفة ما أخدوا دغرة من مكة إلى بيت المقدس كان فيها نزول على أماكن حتى يتبرك بالأنبياء اللي كانوا قبلوا لأن الأنبياء كل ياتهم بركة ولحظ الآية الذي باركنا حوله المسجد الأقصى لأن بلاد الشام كانت أكتر مكان نزل وحي فيها على الأنبياء يعني أكتر الأنبياء وحي إليهم بهذه المناطق اللي هي كمان أم بر الشام حررها الله فلسطين فكان هالمكان اللي برم فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نزل بمدين اللي هي مدينة نبي الله شعيب وشعيب هو اللي تزوج بنته سيدنا موسى وشعيب نبي عربي لأنه ما كل الأنبياء عرب شعيب وهود وصالح ومحمد بس الباقي كلهم بيحكوا عبرة سوريانة يعني كانوا غير عرب عجم من قول نحن فنزل هونيك وصلى ركعتين قالوا أين هذا؟ قالوا أنت في مدين مدينة نبي الله شعيب طب ليه صلى ركعتين هون؟ تبركا بنبي الله شعيب وحتى يعلموا أنه فيه أنبياء قبلك يجوا بنفس الدعوة اللي أنت جيت فيها اللي هي الدعوة إلى التوحيد والإسلام اللي هو جمع كل الأنبياء عليهم السلام نزل كمان بيثرب اللي هي المدينة المنورة وكان بعد ما هاجر له لأن الإسراء والمعراج حصل قبل الهجرة نعم الهجرة الشريفة حصلت بعد ما صار الإسراء والمعراج نعم كمان نزل بمدينة اللي هو ولد فيها سيدنا المسيح عليه السلام اللي هي بيت لحم واللي هي مدينة مباركة ومكان ولادة سيدنا عيسى هذي كمان فيها عبرة لأنه خلق من غيري أب وكان فيه تكريم وتشريف لأمه بكرامات حصلت بهالمكان أنه شجرة تنزل للغطب وهي مقصوصة يعني يابسة وصار في عندها نهر من ماء تشرب منه يعني كرامات السيدة مريم كتيري عليها السلام فنزل صلى هناك تبركا بمريم عليها السلام وسيدنا عيسى المسيح ونزل كمان بمدينة اللي هي هلأ تاب على مصر اللي هي طور سيناء أو منقوله الطور أو جبل الطور طور سينين سيناء يعني عبارات نستعملها هناك حصل خرق للعادة لسيدنا بتسمعي بقوله موسى كليم الله نعم الله أكرمه لسيدنا موسى وسمع كلام الله اللي ما بيشبه كلامنا اللي هو منه حرفه صوت ولغة عربية ولا غيرها من اللغات فنزل وصلى ركعتين بطور سيناء ثم وصل إلى بيت المقدس اللي هو يعني المدينة المباركة اللي بتجي مرتبطة عنا بعد مكة والمدينة عنا نحنا المسجد الأقصى وبيت المقدس حرره الله خلينا نحكي شوي فضيلة الشيخ عن المسجد الأقصى يعني كون الرحلة في الإسراء إلى المسجد الأقصى ماذا يمثل ويشكل هذا المسجد من رمزية عند المسلمين خصوصا والعرب عموما وأيضا يعني ماذا يؤشر ويدل اجتماع كل الأنبياء بالمسجد الأقصى ويعني اللي هو طبعا على أرض فلسطين نعم حرره الله أولا نحنا منقول ما بس عند العرب والمسلمين بإيامنا بل عند كل المسلمين من إيام آدم ليه لأنه آدم هو اللي بنيه منه من بناء أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آدم بنى الكعبة بعدها بأربعين سنة بنى المسجد الأقصى ولما جمع فيه كل الأنبياء عليهم السلام هذا بدل على أنه هذا المسجد له رمزية عند كل الأمم السابقة اللي اتبعوا الأنبياء اتباعا صادقة هلأ وجود الأنبياء فيه هذا بدل كمان على أنه مشرف عندهم عليهم السلام لذلك المسجد الأقصى نحن عندنا له رمزية كبيرة ترمز على المكان الذي بدل أنه كل الأنبياء يؤيدون النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال هو عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له فكانت هالكلمة بتجمعهم كل لياتهم لو اختلفوا بأحكام معينة يعني مثلا نحن من صوم رمضان هني بيصوموا أيام تانية ولكن فعل السيام موجود كان موجود الصلاة بركوع وسجود بس نحن عندنا خمسة كان أيام عيسى اثنين أيام آدم صلاة وحدة فهالجمعة هايدي فات لقاهن أكيد هذا التشريف لأله سيدنا جبريل شو عميل قدمه حتى صار إماما فيهم عليه الصلاة والسلام وهون بدي ألفت بعد إذنك إنه مش اللي قبته دهابية منقوله المسجد الأقصى اللي قبته سودا قريب منه أو هلأ صارت قريبة للرمادي الغامق لأنه على الأيام هو هذا المسجد الأقصى واللي تحته طابق بيسموه المصلى المرواني هيدا هو وحده في هيدا المسجد اللي لما نشوف القدس دائما بيظهر لنا هيدا القب الدهابية هيدا مكان مبارك هيدا تحته صخرة هو اللي وقف علي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما انتهت رحلة الإسراء بالأرض كان العروج منها إلى السماء فإله رمزية نعم بس كتير بيفكروا هيدا هو الأقصى الأقصى حده أما بيت المقدس بيشمله كله نرى الصورة نحن هلأ كمان نعم هذا هو المسجد الأقصى بقبته حرره الله اللي أمامه القب الدهابية هو اللي هو منقوله المسجد الصخرة نعم هلأ في ناس بيقولوا انه الصخرة لحقة الرسول اللقفة هيدا من نسابته أنا نعم مني مع انه نزيد على الدين قصص وأشياء من نسابته هلأتونا يوني الشباب حد بعضهم الله يحرر هالبلاد آمين وكل فلسطين اللي دهابية تحته في الصخرة أما السودا هي هاي كمان صورة أوضاح ما شاء الله أما السودا هي المكان اللي وقف في النبي وصلى بالأنبياء عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ دكتور طارق اللحم رئيس رابطة خرجي الأزهر في لبنان على أمل إن شاء الله أن تحرر فلسطين وكل الأراضي المحتلة نحن رح نتابع حال إثنى من كلمة سوايا اللي هي تحت عنوان رحلة الإسرائي والمعراج ولكن بعد هذا الفاصل فابقى معنا عن جديد مساء الخير منرحب فيكم مشاهدين الكرام ومستمعي إذاعة الرسالة عم نتابع وإياكم كلمة سوا فضيلة الشيخ دكتور طارق اللحم رئيس رابطة خرجي الأزهر في لبنان أهلا بكم أهلا بكم وبالمشاهدين يعني صدق حلقة ممتعة عن الإسراء والمعراج نعم الله تعالى يتقبل منا جميعا شكرا فضيلة الشيخ وطبعا عن جديد نعاد عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى المشاهدين جميعا جمعا فضيلة الشيخ كنا عم نحكي قبل الفاصل عن أهمية المسجد الأقصى ورمزيته نعم إذا هلمنا نحكي عن الهدف الأسمى الذي أراد الله تعالى أن يوصيله من خلال رسوله الأكرم نعم يعني كثير أشخاص بتسألوا أنه شو الهدف من رحلة الإسراء والمعراج أوكي رسول أكرم شايف ما شايف خاض طبعا برحلته يعني هيدا المشاهدات الكثيرة ولكن ما هو الهدف الأسمى والأبرز ماذا أراد الله سبحانه وتعالى من الرسول الأكرم نعم كما تفضلتي أنه فيه أشياء كثيرة من قدر نذكرها من أهداف وحكم وتأييد حصل بهالمعجزة التي خرقت العادة لكن أنا سأذكر عنوان أنطلق منه حنين الأرض إلى السماء يعني كان فيه جمع بين الأرض والسماء أنه مؤيد عليه الصلاة والسلام بالأرض مع أنه حورب من البعض لكن الله تعالى جمع له من يمثل كل الأمم السابقة واللي هن الأنبياء عليهم السلام أرسل إليه رئيس الملائكة كان هو قائد الرحلة يخدمه في الأرض إلى السماوات يعني جبريل عليه السلام والروح القدس وكان فيه تشريف لأله بالسماء واللي هي الله تعالى إذا تلاحظه بسورة الإسراء بأول آية لنوريه من آياتنا نعم يعني حتى يطلع على عجائب مخلوقاتنا نعم اللي ما اطلع عليها ولا نبي قبله يعني فيه أمور بيعرفوها يعني مثلا ولا نبي دخل الجنة كدخول كلهم آمنوا بالجنة ونحن المؤمنين نآمن بالجنة لكن ولا نبي قبله دخل الجنة لذلك هاذكر شيء من اللي خص به ليش كانت كان فيه تمييز للنبي عليه الصلاة والسلام بأمور حصل بعضها لغيره إيه ولكن في شيء زيادة منها لم يحصل لأحد من مخلوقات الله ولا نبي ولا حتى الملائكة ولا سيدنا جبريل أن رأى الله تعالى بلا كيف ولا مكان كما قال سيدنا عبد الله ابن عباس هيدا ابن عم للرسول عليه الصلاة والسلام ترجمان القرآن واللي كان يقال له حبر الأمة من أعلم يعني الصحابة كان بيقول رأى محمد ربه بفؤاده مرتين ليه معروف ما كذب الفؤاد ما رأى هيدا أي بالقرآن ما يعني نحن نشوف بهالعين ونسمع بهالأذن ونتكلم بهاللحم الليسان الله خلق بقلبه لسيدنا محمد قوة على النظر رأى الله اللي ما بيشبهنا ليس كمثله شيء ما فينا نتخايله ما فينا نتصوره هيدا أمر ما حصل لحدا من الأنبياء هاي وحدة الثاني جبريل عليه السلام لما كان يجي عند الأنبياء كلهم يابي يسمعوا صوته من غير ما يشوفوه يابي يجيهم على الصورة البشرية اللي هي يعني كان يتشكل بصورة إنسان ويشوفوه حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ببداية البعثة لما كان بغار حراء ويجي عنده وقال له اقرأ إجا جبريل وما شافه أول مرة صار يسمع صوته بس بعدين صار يجي بصورة بعض الصحابة اللي بيعرفهم وأحيانا كان يجي بصورة ما بيعرفها بشرية لكن ليلة المعراج لما صار عند صدرة المنتهى اللي هي بالسماء السابعة شافه شاف جبريل على الصورة الملكية واللي هي نشر جناحين من أجنحته وقال له ستمائة جناح سد بهم الأفق ما بين المشرق والمغرب ثم دنى الآية في القرآن ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى مين اللي قرب من مين لا بعض الناس بيظنوا أنه الله قرب من محمد لا هذا غلط لأنه مش لأنه الله بجهة فوق طلع لعنده حتى يقابله لا إنما سيدنا جبريل عليه السلام اقترب من سيدنا محمد بالصورة الملكية حتى صار بينهما قاب قوسين يعني زراعين أو أقل واللي ما صار لحدا كمان رأى وسمع صريف أقلام الملائكة لما يكتبوا من اللوح المحفوظ هذا شيء كمان ما صار لغيره فإذا كان فيها تمييز للنبي عليه الصلاة والسلام إضافة لأمور عجيبة حصلت مثلها لبعض الأنبياء خارق للعادة الله تعالى أكرم بها ورأى النار من غير ما يدخلها هو فوق قال واتطلعت على النار نعم دخلت الجنة قال واتطلعت على النار ما فات على النار وهذا كمان ما حدا من الأنبياء اللي قبله حصل له هذا أيضا فضيلة الشيخ قد بتعلمنا هذه المعجزة أنه من المحني قد تخرج المنح يعني وأن نصر الله قادم لا محالة إذا كان الشخص طبعا ما ياخد به أسباب النصر صحيح فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى بيقولوا العلماء اللغة العربية العسر ذكر بقل التعريف واليسر ذكر بدون قل التعريف شو يعني العسر معرف فإذا هو ذاته بالآتان واحد فإن مع العسر يسرى يسرى نكرة بيقولوا النكرة هون ذكرت مرتين يعني هي اتنان أما العسر لأنه بقل التعريف يعني نفسه يعني العسر ذكر مرة واليسر مرتين فلا يغلب عسر يسرين وهذا بدى صبر وتوكل على الله خصوصا بهالمحن اللي نحن كل ياتنا مرئين فيها فنعم النبي صبر ونال عليه الصلاة والسلام فضيلة الشيخ أيضا قد بذكرنا معجزة الإسراء والمعراج بعالمية الإسلام ومكانة الرسول الأكرم يعني نحن مش بس عم نحكي بمكان معين عم نحكي بعالمية الإسلام لذلك كانوا بيقولوا العلماء لما جمع الأنبياء دل أنه سيدنا محمد ما بس للعرب ولا للجزيرة العربية مثل ما كان يروجوا بإيامه بعض اليهود صار يقولوا أنه محمد أرسل فقط للعرب أو أرسل فقط للجزيرة العربية لا النبي عليه الصلاة والسلام دعوته عالمية سمحة رحمة فيها محبة وتسامح نعم ولكن بدنا نحن نفهمها على وجهها وننقولها للغير مجرد اجتماع الأنبياء حوله وتقديمه عليهم دل أنه هو ماشي على خطاهم لأنه في آية الله بيقول في القرآن فبهداه مقتده يعني أنت يا محمد ما جد شي جديد بمعنى العقائد والعقيدة نعم في أحكام عندك خاصة نزل عليك كتاب سماوي القرآن لكن أنت عم تجدد الدعوة اللي إجابها الأنبياء عليهم السلام ولذلك كان فيه من أهل الكتاب وغيرهم وغيرهم اللي تبعوه وصدقوه خصوصا لما ظهرت على إيدي المعجزات اقتربت الساعة وانشق القمر أشار النبي للقمر انشق نصفين وبالصين الآن وجد قصر يلوحة مكتوبة على تاريخ بناء هذا القصر في الصين أشيدة بناء هذا القصر يوم انشقاق القمر يعني هذه المعجزة شايفوها ما بس أهل مكة شايفوها من كل أنحاء الدنيا العالم فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم شئنا أم أبينا دعوته عالمية وهو قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لكن ليس بيني وبينه نبي في إخوة أشقاء اللي هني من أب وإم نفس الأب وإم في إخوة من إم من غير أب وفي إخوة من نفس الأب من غير أم شبه النبي الأنبياء بالإخوة اللي علات لي لأنه كل ياتهم منهج واحد وعقيدتهم واحد نعم فضيلة الشيخ مثل ما قالنا من شوي صعدة بالنبي الأكرم إلى السماء في هذه المعجزة وتكشفت له أمور كثيرة وقد شاهد عدة صور لو تحدثنا شوي بالتفصيل عن هذه الصورة نعم النبي عليه الصلاة والسلام بالصعود كان على المعراج اللي هو مرقات مثل السلم درجة من دهب كانت ودرجة من شدة وهيدا بس لما وصل للسماوات السبع هلا حقول ما بعده شو صار فكان عليه الصلاة والسلام من جملة ما رأى غير اللي ذكرناهن أكيد رأى بالبيت المعمور شو هيدا البيت المعمور البيت المعمور هو مثل الكعبة بالنسبة لأهل السماء كيف نحن عنا بالأرض الكعبة بنتوجه إليها لما بدنا نصلي ومنطوف حوله عبادة لله طاعة كمان هن كل سماء في بيت بالسماء الأولى اسمه بيت العزة بالسماء السابعة اسمه البيت المعمور ليه سموه هاك يدخلوا إليه ورد في الحديث كل ليلة سبعون ألف ملك بيصلوا فيه ويخرجون ولا يعودون يعني غيرهم تاني يوم وهذا بدل على عدد الملائكة الذي لا يحصيه إلا الله من شاف عنده سيدنا إبراهيم ساند ظهره هاك على البيت المعمور لما التقى فيه وقال له عبارة حلوة كتير قال له مر أمتك ليكسروا من غراس الجنة يعني شيء بينزرع لك إذا أنت عملته في الجنة من أعمالك المثمرة قال له وما غراس الجنة قال له لا حول ولا قوة إلا بالله هاي دي العبارة الطيبة اللي منقولها كتير إذا نوينا لله المسلم قال له بنية حسنة بلفظ صحيح مش لا حول الله بيقولوها غلط مع عبارة صحيحة بنية حسنة تنزرع له شجرة في الجنة ساقها ورد في الحديث من ذهب بس معناته مهم جدا شو هو ما في الواحد يبعد عن الحرام أو يعمل خير إلا إذا الله أعانه يعني منقول لا يكون إلا ما قدر الله أو بعبارة تانية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يعني عم بيعلمنا الرسول هالعبارة واللي هالله بنحتاجها كتير لا حول ولا قوة إلا بالله فيها تخفيف عننا ورد في الحديث دواء من تسعين داء أقلها الهم ست إسراء ميم ما عنده هم اليوم طبعا همومنا مختلفة نعم وتتفاوت بس أنت لما يكتر الواحد لا حول ولا قوة إلا بالله فيها تخفيف هذا من جملة يعني الأمور اللي شافها وشاف صدرة المنتهى هايدي شجرة عنا منها بالأرض منقولها الصدر ببعض البلاد بيطلع منها ثمر نعم بيسمون نبق لبنان منه مشهور بس في منها موجود أنا شفته هيدا الشجر هايدي الشجرة أصلها في السماء السادسة وتعلو وترتفع إلى ما فوق السابعة نعم الرسول رأى جبريل هنيك عند صدرة المنتهى بالقرآن مذكورة هايدي الشجرة وهذه الشجرة شيف شجرة أعجب منها شهية اللي هي في الجنة اللي بيسموها طوبة شية هايدي هايدي شجرة تتفتق منها ثياب أهل الجنة يعني بيخرج منها الثياب اللي فيها حلل نعم لأهل الجنة نعم رأى كمان من جملة العجايب عليه الصلاة والسلام الله خصصه بالعالم العلوي من جملة ذلك رأى اللوحة المحفوظ هذا اللوح اللي هو مكتوب عليه كل شيء عم يحصل هلأ بالدنيا من أولها لنهايتها اللوحة المحفوظ أو منقول له الكتاب المبين ما بيحصل شيء إلا وهو مكتوب في هذا اللوح ورأى عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة كذلك أنهار الجنة واللي أنهارها فيه أنهار من عسل أنهار من الحليب المصفى اللي ما بعفن على طول المدة رأى من أنهار الجنة اللي هي يعني من خمر ليس خمر الدنيا المسكر إنما من الشراب الهنيء وغير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام شاف الولدان المخلدين اللي هن ورد في القرآن ذكرهم كاللؤلؤ المنثور هيدولي بيكونوا مثل الخدم للمسلمين في الجنة نعم وأنا بقولهم للمشاهدين المؤمن أقل مؤمن في الجنة له عشرة آلاف ورد في الحديث من الولدان المخلدين مين هلأ من الملوك من أيام آدم ليومنا عنده بقلب أسره عشرة آلاف خادم الله يمكن عنده جيوش بس كخدام فهيدا الإيمان يعني رمزي نحن نحافظ عليها هذا كان من جملة ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من العجائب في العالم العلوي نعم فضيلة الشيخ من أهم الدروس المستفادة من حادثة الإسراء والمعراج أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على المؤمن وكأن هذه الفرض الصلاة يعني هي معراج المؤمن إلى ربه في كل وقت ويقال أن الصلاة كانت هي بالأصل خمسين فرضا ولكن خففت لتصبح خمسة نعم خمسة ممكن بالعمل ولكن خمسين بقيت خمسين بالأجر ما حقيقة يعني نعم النبي عليه الصلاة والسلام وأمته بتعرفي كانت مش دغري فرضت الصلاوات الخمس حتى الأحكام على مراحل أيوان على مراحل نزلت على الرسول حتى الزكاة الصيام الحج إلى غير ذلك كان يصلوا صلاة واحدة اسمه صلاة العتمة اللي هي صلاة العشاء يعني بالليل وصلى النبي هذه الصلاة وعرج به لما فرضت الصلاوات كان الرسول بمكان عم يسمع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا فهم فرضية خمسين صلاة نعم نزل على السمى السادسة فشاف سيدنا موسى فقال له سيدنا موسى النبي ما افترض الله على أمتك من الصلاة فقال له خمسون صلاة قال له سل ربك التخفيف فإني خبرت بني إسرائيل وبلوتهم كان مفروض عليهم صلاتين وما كلهم نسمعوا الكلمة وطبقوا فكيف خمسين يعني وهذه كمان ناخد منها عبرة أنه سيدنا موسى حتى بعد موته نفعنا نحن كأمة سيدنا محمد لفت له نظره لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يطلب يخفف عننا أعدادها اللي فيها تخفيف على الأمة وهذا نفع حصل من سيدنا موسى للأمة المحمدية وبدل على أن الأنبياء بينفعوا حتى بعد موتهم عليهم السلام ما بس هني وعايشين فطلب من الله التخفيف فخفف عننا خمسي قدير صاروا خمسة وأربعين رجع لعن سيدنا موسى قال له كم صلاة قال له خمسة وأربعين فقال له أكيد بالفصحة يعني فقال له سل ربك التخفيف فسأل ربه التخفيف حط عنا خمسا فبقي كذلك حتى صاروا خمسة كمان سيدنا موسى قال له سل ربك التخفيف أيضا قال له استحييته يعني مطلب استحى وهذا من طبيعة التواضع أكيد يعني من النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رب العالمين أكيد الذي قلنا كلامه ما بيشبه كلامنا هم هي خمس بثواب خمسين خمسين أجر يعني كأنه الواحد صلى خمسين صلى وبتلاقي للأسف بأيامنا إنه كتير ناس شباب وشابات وربار وصغار عم يتركوا ويهملوا هالفريد الطيبة والرسول عبر عنها بعمود الدين يعني إنه قبلت يعني قبلها ما سواها وأن فيها مناجات لرب العالمين وأنت يعني كمان عم تناجي رب العالمين وهذا يعني لاحظي الله أنا بلا مؤاخذي جاي بجبي ولفي لقابلك وأعمل مقابلي مع المشاهدين كمان الصلاة الإنسان مننا بيتوضه وبيصلي فبيتخلى عن الأمور اللي هي علائق بالدنيا حتى يؤدي هالطاعة اللي هي ما بتاخد منها دقائق يعني فأنا بحس لفت فضيلة الشيخ مالي اسمحني أننا دايما بننسى أنه نحن بحاجة للصلاة وليس الله بحاجة أنه نحن نصلي صدقتي غنية عن العالمين نحن بحاجة هاي دي بكيوم فيها تكفير للخطايا الرسول بيقول ما بين الصلاة والصلاة كفارة للخطايا الصغيرة اللي بيعملها الإنسان تنزل بالوضوء وبها الصلاة ومن رمضان لرمضان ومن الجمعة للجمعة شوفوا قديش رحمة ربنا كبيرة وواسعة علينا بس كتير مننا مأثر الله يرحمنا بس بقول باب التوبة مفتوح واللي هالله بيسمعنا وما عم يشد الهمة يلا باب التوبة يعني ما سكر بعد بعد فينا نعمل الصلاة نرقاط باب للخير عظيم فضيلة الشيخ زبنا نحكي عن العبر لنا في معجزة الإسراء والمعراج نحن أمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ما بتكون هذه العبر؟ والله كثيرة جدا بس يعني بعرف أنا وقتك طويلة يعني راح نجارب أدمى فيها نصلت الضوء نعم نعم بإذن الله تعالى أولا لما تخلى عنه من أقرب المقربين الله أيده بالقدماء الأنبياء وبرئيس الملائكة اللي هو رئيس سكان السماء جبريل عليه السلام هاي وحده نعم فإذن مهما كان من حولك أو حول الشخص حورب فإن ربنا تبارك وتعالى يؤيد بنصره من يشاء الأمر الثاني أن المحن تعقبها انفراجات يعني هلأ نحن كمان فيتين بمحن شديد صرنا مدة عم تشتد على الناس أنا بقول له نلجأوا إلى الله مثل الصلاة مثل الدعاء مثل الاستغفار مثل الحوقلة لأنه اللجوء إلى الله الله تعالى يؤيد بعده بانفراج بعد العسر يسر الأمر الثالث أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما ودعك ربك وما قلى ما تخلى عنك ربك يا محمد ولا تركك من غير تأييد فأنت مؤيد في الأرض وفي السماء أربعة فيها بيان لشرف الأمة ليه؟ لما شرف نبيها دل على شرف الأمة مثل الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس شو بيقولوا العلماء لما شرف هذا النبي العظيم يعني الله عظمه شرفت به الأمة مش العكس يعني نحن تشرفنا والحمد لله أنه كنا من أمة هذا النبي العظيم من الحكم والمواعظ الله تعالى جعله يشوف أمور منها رأى الدنيا على صورة عجوز امرأة ختيارة واقفة على جنب سألوا لجبريل من هذه قالوا الدنيا الحياة الحياة أنه ما مر منها كثير وما بقي منها قليل ما بقوله العجوز بقوله أنه أريبي للنهاية فكان يعبر سيدنا الإمام عليه بعبارة جميلة جدا ارتحلت الدنيا وهي مدبرة إلى الزوال وارتحلت الآخرة وهي مقبلة فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا اليوم العمل ولا حساب في الدنيا لا يوجد حساب عام نعم وغدا يعني يوم القيامة الحساب ولا عمل ما في عمل بالآخرة بس في حساب وفي فائدة عظيمة جدا اللي هي أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة هذا يزيد يقينه بالشيء الذي يبلغ عنه سيدنا إبراهيم لما طلب قال ربي أرني كيف تحيي الموتى سيدنا إبراهيم ما كان شاكك سيدنا إبراهيم بيعرف واعتقاده أن الله يحيي الموتى بس لما أنا كون عم شوف شيء غير لما كون بس سمعته يعني بعبارة ثانية الرسول بيقول ليس الخبر كالعيان يعني لما أنا عاين شيء سمعت عنه أو شوف شيء شوف شيء بيزداد يقيني فكان في تثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء أخبر عنها مع أنه ما كان شايفة فأراه الله إياها مثل العرش والجنة وجبريل وغيرها من المخلوقات هذا من جملة الفوائد الأشياء اللي نحن منقول نصدق النبي بكل ما أتى به وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته يعني هيك فضيلة الشيخ نحن معقول نعكس رحلة الإسراء والمعراج على سلوك حياتنا لا شك لا شك نحن مطلوب يكون في عنا صدر يكون عنا أنات يكون في عنا أمل وعدم يأس يكون عنا محاولة للخروج من المحن وما يقول الواحد ويستعجل ما عم تنفرج ما عم برزق ما عم بيصير معي كذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعني سيكرمه بالعطاءات طبعا نحن عم نحكي عن الأشخاص الصبورة عن الأشخاص الدايما عم تدعي ربنا سبحانه وتعالى وكما بدأنا أن كل محنة وراءها منحة إن شاء الله نعم إن شاء الله وتعالى نعم أنا بقول إنه الإنسان مننا يعني دائما يتذكر أن الصبر أحيانا بيكون في الدنيا من لاقي النتيجة وأحيانا مع الدنيا في الآخرة وهذا كمان ثوابه عظيم عند الله إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور تاريخ اللحم رئيس رابطة خرجي الأزهر في لبنان أنا بدأ أشكر حضورك معنا حضرتك ضيف عزيز إن شاء الله منلتقى بحلقات مقبلة يمتحدث أكثر أيضا بالتفصيل عن العنوين المهمة شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية وأيضا عن جديدك العام وأنتم بألف خير وأنتم بخير وبذكرنا هالمناسبة برمضان ونعايد كل المشاهدين إن شاء الله إن شاء الله بيمر علينا شهر رمضان يعني هيك بزروف تكون بالخير والبركة آمين نعم مليان بالخير والبركة شكرا لكم إذن لم تكن رحلة الإسرائي والمعراج مجرد معجزة إلهية وهبها الله لخاتم أنبيائه ورسله ولم يسجلها في كتابه العزيز إلا لتكون منارة يهتدي بها المسلمون كلما تاهد بهم السبل منارة تنفع الأمة في الحفاظ على وجودها وتأمين مصالحها على مر زمن دمتم بأمان الله إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى